الحمد للغاية للعنوذ نحمده ونشهره على الناس ونصلي ونسلم على سبيلنا ونبينا سبيلنا البياني والمسلم والقرس من مصطفى محمد الله وعلى المقرسين وصحبه الجميع وعلى المصطفى العالم آ Solai We praise you lord god svth evaluations The lord of his and hereafter We praise him and we thank him for the blessing and guidance That he received from the vod We convey our greetings and greetings To the whole ester of his son And his spirit of our brings سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله مرحبا نهاية الدرس مرحبا من رنوان نهاية الدرس ونحن نحن نتعامل ونحن نتعامل ونحن نتعامل وحدة ما مفتتهم وحبة سيئة للمتعامل لم يأتي انها من نحن ناحية الدرس من ناحية الدرس وحباتي ثم نحن الان وحكمت يعني وحباتي 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 وفي مختلفة الفنسيات تساعدون القناة في كاملها وفي كاملها من المختلفة سومها سامة في شكرا يمكن أن تتوقف عن سومين أو يتوقف عن سومين السيارات الثانية المترجمات أنه رسالة يكون لسيطة فإن الأسطنية شكراً للمعانات المترجمات المترجمات من المترجمات في الوقت الأولى التي تحدث في العالم من فتن لقد نظر من تلك المترجمات في القنة موسيقى تجارب إلى الوحيد الذي يجب أن يجب أن يتعرض وهذا هو الضوارات المستقبل الوحيد الحسن الحسن إنه نحن في المنزل الناس يجب أن يكون لن يجب أن يقيق الوحيد تشعر على المشاركة العربيات المترجمية وفرصاني مستقامة تشعر على المشاركة ما هي المشاركة المترجمية مدهة انه لا يكون فصول على فضل موسيقى الموسيقى إطلاق لكي تشكل موضوعًا إطلاق في وايضًا فإن نظر الاجتماع برده أن نظر الاجتماع من المشكلة لنظر الاجتماع من المشكلة كما نظر الاجتماعي من شريعة، أيضًا قرار بإمكاني تجد التراثيات التي تشاهده يرى أن هناك تشاهد 3 طريقة تشاهد في نحن نحن في نحن. إذا كنت تفكير في تشاهد 183 سورة البطرة و 186 سورة البطرة، ما نرى ما هي المسيطة المسيطة لحقة نحن على ما نقول الصوم المنينة المنينة التعبير المترجم للحقية اللحظة تتقوم بالضيئة مختلفة ندوه و تنظر إنك تتوقيت بأنك تتوقيت عن جديد سيارة وإنك أن تتوقيت عن هذه المرات ثم من ذلك تتوقيت عن سيارة ومن ثم إيقاف المتحدة فقط الصوم المومنين ثم السوم المتَعِين فقط الهيئة جبهت في استخدام الله تعالى أنه وفي ذلك اللغة السبعة وفي ذلك اللغة التالية لبقى سبق ثمانية سنوات رمضان في تساول المنزل المنزل على التجارة النظام ومن أجل من المنزل سنوات في مستخدم، في مستخدم الأنم المنزل يجب أن يجب أن تحصيدوا حياتي ويجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن نمنع شخص في المدينة سيكون هذه التحصيل تحصلك المدينة ذبب أن يجب أن يساعد إنه المدينة تكسير الأحيان وكاذب الإنسان وعندما أتحدث عن الكثير من هذا المسؤول تابع الفيديو والآرخين المتابعين ترجمة نهاية لكي ترجمة نهاية المجددات من المترجمات لكي تقوم بقية الاجتماعات goneغانية علينا مستقبل ذلك تحديث عن ميتنافع ثابتهم أما ت durum بقية الاجتماعية؟ الغيور المجدداً السراعي عدد من الافتنية There are a number of definitions, if you go to the Internet and the virtual world you will come across a number of definitions about spirituality. One definition that is frequently used is that spirituality involves a recognition of a feeling or sense or a belief that there is something greater than myself, something more to be human than sensory experience. And that the greater hope of which we are part of is cosmic or divine hope. Now we are taking, this definition existed in the past particularly when the western society was oriented towards religiosity and hence this notion of the divine nature and the cosmic order. is brought into the definition of spirituality. Our lives have significance in a context beyond the mundane everyday existence. The 9 to 5 job, the material world that we live in has created a mundane lifestyle that this is not the purpose of creation and this is not the purpose of life. So we have to search for something youngness. It means knowing that we are a significant part of a purposeful unfolding of life in our universe. Human life becomes part of that cosmos. Despite this definition, which relates to the concept of imam, the way that we have in Islam, that's a different issue that we discussed. Although this is somewhat recognized as a definition, but the meaning of spirituality has gone through various phases and various times in western literature. If you go today and search for spirituality in the contemporary world, particularly with the advent of Buddhist spirituality, so-called Sufi spirituality, Kabbalah spirituality, Anmali spirituality, there are multiplicity of definitions. The original spirituality in the West rested on one particular course to recover the original shape of man that was created in the image of God. To recover. To recover. To recover. To recover. To recover the shape of man. Now if we were to ignore that when you go and search for it, when you come across a number of Christian terms, if you were to ignore the cryptic Christian dimension, the essence of what they say is something that resonates in Islam. In Islamic literature, when you look, particularly if you look at the literature of Auraqa in this regard, the whole concept rests on one single principle. The attachment from the source of sacredness, the attachment from Allah subhanahu wa ta'ala and getting involved into a way of life which is purely materialistic leads to disfigurement or what Quran says must. The reality changes. If you go to Surah Al-Baqarah. If you go to Surah Al-Baqarah, regarding by Yisra'eim, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُّ قِرَادَةً We turn them into bafoons and monkeys. Not literally from the outside, but the nature, the soul has become the soul of the monkey, the soul of the bafoons. Why? Because they have detached themselves from the command of Allah to that extent. The concept of mass and the concept of disfigurement, spiritual disfigurement is one of those critical issues that Auraqa talk about and we have huge literature. And it is the foundation of what is defined in the Al-Baqarah literature, As Seyyam wa s-suluq il-Allah. The return journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. Now, if you look at the literature that we have, the concept of returning to Allah subhanahu wa ta'ala or getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala is close to the heart of everybody. Why, during the month of Ramadan, we all gather here, we come to the mosque, we recite Quran. At night, if we are lucky and privileged, we recite some Quran and probably some are there and everything else. It's because during this month, because of its unique formulation and structure of the month of Ramadan, we want to get closer to Allah. And so this is part of the Seyyam wa s-suluq. Auraqa literally claimed that at the moment of creation and ascension to earth, humans began to move away gradually with the lifestyle that we conduct. We gradually moved away from Allah subhanahu wa ta'ala that they call it the art of dissemblance. Now, we have to return back to the original point, the art of ascension. And this journey, according to Auraqa, is literally divided into stations. Manasa. Step by step, we have to go through until we ultimately shall forget closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Those who are keen on traveling, they have to be able to go with, to persist, to go through this time and to go through these manasa and to go through these steps that ultimately will take us to Allah. If you go back to Auraqa. If you go back to a number of Auraqa of poets, whether it's Rumi, Nizami, 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 Nizami. And going through these steps, the sooner the better, because ultimately if we don't do it quickly, the time will come where the time left is not sufficient to be able to return Allah subhanahu wa ta'ala. Now how do we do that? I want to start with this that inshallah tomorrow night will continue. How do we start the process of going towards Allah subhanahu wa ta'ala? If you are really serious about going towards Allah subhanahu wa ta'ala, the first step is iman and belief in Allah subhanahu wa ta'ala. and in the Egypt and the dictates of the Holy Ghost. Auraqa they have the unique expression that they use, they say the path to haqiqa and ultimately to the reality of the truth starts with sharia. If you don't follow sharia, the notion of getting ultimately to haqiqa and the truth is fancy. They say sharia, pariyaka and then haqiqa. Pariyaka means a path that one chooses to go through these manazal and the station that they have to follow. So al-Imam as the first step. No faith, no meeting with the beloved, forget about them. No iman, there is nothing to talk about going through these manazal. There is another hadith from al-Majah al-Sadiq sallallahu wa ta'ala about the same thing. ما تقرب إليّ عبدٌ يشيّن تنحب إليّ مما افتغفتا هل افتغفتا عليه No servant of mine has got close to me better than following my command. So the first thing we do, we have to focus upon what the wajwa and the haqiqa. If we don't do our prayers and suddenly we come to the month of fasting, we want to jump this quantum leap and then on the night of the 23rd, somehow the bell carter to heaven is not going down. ما تقرب إليّ عبدٌ بشيّن أحبّ إليّ مما افتغفت عليّ وإنّه يتقرب إليّ من ناخلا First you start with your wajwa and stay away from Allah Then you do the mustahabat Mustahabat and how much mustahabat one does is the one that gets you closer to Allah You have to persist until حَكْتَ أَحِبُّ So Allah subhanahu wa ta'ala says, we have to persist until Allah loves us فَإِلَّا أَكَبَتُوا Once I love them كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْسَرُهُ Then I become their eyes and their ears The past, the sky is delivered Unfortunately we have reduced ourselves to this wretched state that we are in That we cannot see anything about the reality of what's happening around us Stuck from the material world and nothing, oblivion to what's happening around us There's a story about the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Medina In the old style I don't know that still there is a plaque with Masjid al-Nabi reminding the visitors of where that supper was When the poor and the needy came to the Medina there was no place to go They used to go to Masjid al-Nabi Ultimately they created a column in the corner of Masjid al-Nabi Where these poor would gather and congregate around them And so that people would come and support them to see if they had houses or anything else like permission for them The Holy Prophet in the morning after finishing Salat al-Sukh would go to visit these people and ask them how they were and if they needed any help On one occasion he goes to leave this column and looks at the people around and finds a young person, a young man in the middle of the group The Hadith in the Kapi says Yach hafo wa Yach Walks and moves as if there is a sickness or something wrong The Holy Prophet, his name is Zayn The Holy Prophet comes to him and says Tell me how do you feel How do you feel أصبحت يا رسول الله موقنا I woke up with full yaqeen It's a huge clay maker In front of the Holy Prophet Say that I am from those who have full belief And yaqeen in everything قال رسول الله Tell me some of the signs of this yaqeen that you have ما علامك ياقلك قال رسول الله 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 هي اللعنة والدين أريد أنت على الضوارين فليرة الثانية الجنة والجنة بالجنة والجنة 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 الالية والعين من المنزل المتالح والمحرار والرجع والفر حياتي هذا هو الذي يجب أن نكون هناك هؤلاء المصدرين لتصبح المصدرين لتصبح المصدرين ولكن ما يحدث لنا المنطقة الرمضان لتصبح المنطقة فما نفعل ذلك من المعروب المشهد لن يجب علينا نبدأ المعروب المنزل فهذا يقول لأن هذا الجميع أن يطلق بشكل كماند من الولي ربا فارسة في اليوم والقيام في اليوم تغيير مختلفة هذه الناس في نفس الناس من ما نحن في اليوم الانسان الكامل الناس في اليوم إنها الضمانيين في النبات يبدو النسبةً بين الأنظام يبدو من الخطين بين الأنظام يبدو النسبةً من شوائطًا هو أنظ مخطئًا و يبدو لتبع هذا الشخص والفيذن الضمانية من الشرق وما تتعرض على جهاز على الجهاز. فلنسلت التوبيه، عبر مجتمع، فالطولة الأخبار، فالجهدات يتعرض على جهازات السجدون ، تلك النموذية، تلك الآباء، تلك النموذية، تلك النموذية، تلك النموذية، seguce they did they repent they worship they praise Allah they journey towards Allah they do a ruku they prostrate and sujure this is when they don't in but what happens during the day unfortunately this misconception that exists that we have to accept either AK الإلتكت return in our cave and simply worship. Or if we were to take our responsibility seriously during today, then we should neglect our spirituality. But the Qur'an tells us, no, these two go hand in hand. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن الإنسان�대 تصبح الضواجب تحقيق حقوق المنجلة لا يتعطي للتأشعر تعليم من فضلك هذه المشكلة من الهيئة والمتغط في حين دائمنا في نفسك و الشيئ الأمام الدولوجود للغتفال من الإسلام الحقيقة التي نحن 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 جديد في الفترة هذه المشكلة من الحقيقة التنفيذين لنق fak tas الناحسل المغرب والأسنس مع الاسلام والسلم والسلم مع النافس الجزء والأمارة الكيه يجب أن يحضر للجوء إذا كان لدينا أي حق ربما نفسك مع التعامل تحضير وانته تجد الكثير من المساعدة في هذه المنزل مجموعة تجد نفس المنزل وإن شاء الله بعد نهاية المنزل تسيير من المنزل على التنفس المنزل ومعها في النهاية تسيير المنزل شكرا ترجمة نهاية اشتركوا في القناة